اهلا ميبكو نشرحل. اه كان فيه ناس كتبت لنا على القناة ان هي عايزة تعرف معلومات عن موضوع البورصة وكيفية الاستثمار فيها. والزاي ان انا يعني استثمر في الساهم والساهم دوت. منين اعرف ان الساهم دوت يعني اه حيدر عليه ربح. ومنين اعرف ان الساهم ده حيعلى مستقبلا. اه منين اه ابعد عن الساهم لو هو مسلا علي شوية. امتى امتى الساهم بتزيد. امتى بتنقص. وكمان موضوع سندي الاستثمار. فعملت لكم الفيديو دوت عشان اشرح لكم فيه موضوع البورصة وموضوع سندي الاستثمار. موضوع سندي الاستثمار يا جماعة اه في بعض البنوك ممكن توصل الفايدة عليه لتلاتة وتلاتين في المية ومن غير ربط لفلوسك وممكن تسحب فلوسك في اي وقت. فموضوع سندي الاستثمار ده برضو فيه ناس كتير جدا ما تعرفش حاجة عنه. مختلف جدا عن موضوع الشهادات اللي لازم تربط الشهادة وتقعد مثلا حسب مدة الشهادة سنة سنة ونص تلات سنين وبتكون حضرتك لازم تسيب الفلوس وتفضل مربوطة ولو جيت كسرت الشهادة بتخسر وبتبقى في بعض الاحيان خسارة كبيرة جدا جدا. وانا في رأيي ان ده اختيار مناسب للناس اللي مش بتحب المغامرة بفلوسها في موضوع الدهب اللي طالع نازل وما حدش عارف حيروح على فين. هب اجري الحق هب ده طلع هب ده نزل. موضوع الدهب برضو انا ما بحبسي موضوع المخاطرة في موضوع الاستثمار فيه زي كتير جدا من الناس ودي وجهات نظر. وفي بعض الناس برضو ما بتحبش موضوع الشهادات البنكية اللي هي برضو بتطر لان انا اربط فلوسي لمدة مثلا سنة سنة ونص ثلاث سنين حسب مدة الشهادة وما بجيش جنبها وده برضو بيبقى برضو فيه مخاطرة ان انا ممكن احتاج فلوسي في اي وقت اجا فك الشهادة او ان انا اكسرها لازم اععد الاول ست شهور في بداية اول ست شهور ما ينفعش ان انا جي جنبهم وبعد الست شهور لو جيت اكسر الشهادة باخسر فيها وفي بعض الاحيان بتبقى خسارة فادحة ان شاء الله في عجالة هكلمكم عن الحاجتين دول عن صناديق الاستثمار وعن البورصة بس اه يعني ان شاء الله مش هطول على حضراتكم بس بتمنى من حضرتك تقدر المجهود المبزول في الفيديو وتدعم الفيديو باللايك وبالاشتراك وبالاشتراك في القناة وبالشير وباللايك كتير زي ما بقول لحضراتكم على طول بيخلي الفيديو بيبقى موجود بسهولة في محركات البحث فما يجي حد يدور يقدر يعتر عليه بسهولة كل ما كانت اللايكات كتير يا جماعة مش من منطلق موضوع مكسب او ربح او كده فضلا وليس امرا يريد يعني اللايكات كتير يا جماعة للفيديو هاب بتاعتنا عشان الناس اللي بتدار الحاجة كده تقدر تلاقيها وانت زي ما بقول لحضراتك في موضوع الفيديوهات بتاعت المعشات او في الموضوع الفيديوهات شهادات السمار او في كل الفيديوهات عموما يعني حضراتك لو دست لايك مش هتخسر حاجة بس ممكن تكسب سواب وتاخد حسنة نتيجة ان انت ساعدت غيرك انه هو يلاقي الفيديو ممكن يكون بيدور عليه ومش لقيه لكن حضراتك وغيرك 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 وغيره ما تعمله لايقات فهيبقى سهل ان نلاقي الفيديو بسهولة اولا الامتابع الاخبار يا جماعة شايف ان البورصة في وقتنا هذا بتحقق مكاسب خرافية وصلت لحوالي مية في المية في السنة يعني على سبيل المثال زي النهاردة كده من سنة لو حضرتك كان معاك اسهم لاي شركة او لاي بنك مثلا يعني من سنة والاسهم دي كانت ساعتها بعشرة تلاف جنيه النهاردة ممكن تكون جايبة لحضرتك حوالي عشرين الف جنيه ازاي الناس تستسمر في البورصة كيف تستسمر اموالك في البورصة خلي بالكو الموضعين بتوع النهاردة مهمين جدا في محتاجين تركيز فياريت حضرتك لو قاعد مش مهتم اهتم لو قاعد جنبك تلفزيون او راديو اتفي الكلام ده كله وركز معنا في الفيديو هاتكوبات الشاي بتاعتك او في الجاني القهوة واعد اشربه وركز معنا ورقة وقلم وكتب اللي حنقوله معلومات مهمة مش هتلاقيها على القنوات التانية خليك معانا في التفاصيل موضوع شراء الاسهم من البورصة اول طريقة معنا ان انت حضرتك بتركز على مجموعة من الاسهم وباتباحة كده فترة يعني كده وبعد كده لما بتتطامن ان هي مسلا سعرها ما بينزلش او ان هي سعرها سابت او بتطلع يعني من الوقت للتاني كده حضرتك بتروح داخل تشتريها مسلا حددت مسلا تلات اربع خمس شركات على ابنك على كده ولقيت اسهمهم كويسة وسعرها مناسب بالنسبة لك ويعني حالتها في الفترة الاخيرة دي كويسة يعني الى حد ما ما بتنزلش ما يعني يا سابتة الا بتطلع مثلا كده والعاجة فبتروح داخل حضرتك تشتريها وبتنساها حضرتك بقى مدة مثلا عشر سنين خمستاشر سنة زي ما يكون بتنسى الاسهم دي فترة طويلة طبعا في اخر المدة الاسهم دي بتحقق معاك مكسب ولكن انا مش مقتنع بالطريقة دي الله واحد يقول لي طالما انت مش مقتنع بالطريقة بتقول لها ان ليه ما انا حقول لحضرتك ركز عشان اللي جاي مهم اللي خليني ان انا اشتري اسهم مثلا بتاعة شركة معينة وخليها معايا عشر قمستاشر عشرين سنة الله اعلم ايه اللي هيحصل في الشركة دي والله اعلم اه اه انا برضو هيكون فين وايه اللي هيكون تم وايه اللي ممكن يقابل حد بعد مني لو انا يعني مش ما بقتش موجود ايه اللي ممكن يقابل الشخص اللي بعد مني ده عشان ياخد الاسهم دي ايه لها مثلا في حوزيته عشان يكمل بيها في مشاكل ممكن تواجهنا لو تفكير حضرتك في البورصة زي ما قلتك 200 دولار كده وانا شايف ان حضرتك تبعد خالص عن البورصة وتخليك في الدهب الدهب هيكون تحت ايدك وقدام عينك وعمره ما حايز عليك تاني طريقة في موضوع البورصة هو طريقة المضاربة وده بصراحة هو افضل مكسب من موضوع البورصة بتعمل ايه في المضاربة حضرتك حضرتك بتشتري السهم وهو رخيص وتبيعه لما يرتفع سعره وانا كنت لما عملت فيديو او اتنين عن موضوع الدهب ده وحايتكم ممكن ترجعوا الفيديوهات دي في القناة كنت قلت موضوع الدهب ده مش مش الحكمة ولا الصحة ان انت حضرتك تشتري حيط الدهب وتخليها وبعد كده تبيعها لا تتداول في الدهب يعني ايه تتداول النهاردة مثلا وليكن سعر جرام الدهب في مثلا عيار مثلا 18 مثلا على سبيل المثال 1900 جنيه بعد اسبوع بقى 1950 جنيه انا اشتريت لما كان 1900 وبيعت لما بقى 1950 جنيه يعني كسبت 50 جنيه في الجرام في عدد جرامات سواء اشتريت سبيكة سواء اشتريت جنيهات دهب كسبت موضوع ان انا تداولتوية دي المتداول دي بعد كده بعدها بيومين نزل من 1950 بقى ب1930 باشتري بعدها ب4 5 تيام اسبوع 10 تيام بتلع من 1930 ل1945 ببيع وهكذا من وجهة نظر حضرتك او بعض الناس ده مكسب هزيل ايه نزل 2-3 جنيه اجر اشتري ايه طلع 4-5 جنيه اجر بيع ولكن في المجمل بيبقى في نهاية السنة مثلا في مكسب محترم من موضوع اشتري لما ينقص مثلا قد كده وابيع لما يزيد مثلا قد كده وهكذا وخلي بالك برضو بقولك برضو الموضوع والامر في خطورة لكن لو حضرتك ركزت في موضوع التداول والمضربة ده وامتى انسب وقت للبيع وامتى انسب وانسب وقت للشراء ويعني ده لسه الموضوع كويس هتقدر فعلا ان انت تقتنس الفرصة وتبيع في وقت يكون فعلا هو ده الوقت الصح للبيع وتشتري فعلا في الوقت الصح للشراء وتحقق ابن وراء الكلام ده مكسب مش ولا بد مكسب كويس طيب حد يسألني انت رأيك ان احنا ندخل البورصة اقول له لا لا اهلا ازاي امان انت حضرتك عامل الفيديو ده ليه انا عامل الفيديو ده عشان بوضح لحضرتك ولغيرك من الناس المهتمين وبشرح لهم الوضع ازاي واللي مش فاهم البورصة بالزبط بفاهمه ان البورصة دي ايه ويعني عشان تستسمل فيها ايه انا بشرح الموضوع ولكن ما بقولش لحضرتك ان انت تدخل في حاجة ما انا احنا بنشرح المواضيع ونشرح طرق الاستثمار وفي الاخر الامر برضو يعني بتاع حضرتك انت اللي بتحدد انت عاوز ايه وانت انصب حاجة ليك ايه مفيش حد يدخل في مجال وقت ارتفاع ويعني انت دخلت لقيت في ناس اصلا عمالة بتاجني استثمارات وناس اسعار الاسهم عالية وناس موجودة وبتاع جيت حضرتك روحت داخل كده بغشم وروحت مشتري لقيت الناس اللي وصلت يعني الاسهم عالية كده وبتاع وحققت منها اربع خرجة ولما بتخرج الاسعار بتنزل وبتقل وبتقل وبتبع حضرتك اشتريت بالغالي والاسهم عمالة تقل اسعارها بتقل وده بالزبط نفس اللي حصل لما الناس لقيت الدهب عمال يطلع 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 راحت تلعت تجري اشتريت الدهب لما وصل ب2800 جنيه فرجاء خد بنصيحتي والقرار بعد كده في الاول وفي الاخر بتاع حضرتك تلت طريقة بقى الطريقة نقم تلاتة ولو ممكن حضرتك تستثمر بها في البورصة دي من خلال سندق الاستثمار ولو يعني ولو كان فيها برضو ولو انه برضو بعد الاوقات بيبقى فيها مخاطرة يعني برضو مش حكتب عليك ممكن تخسر ولكن هي اقمن من البورصة سندق الاستثمار دي اقمن من البورصة وعلشان هي اقمن فحضرتك بتاخد مكسب اقل واكيد طبعا بتاخد خسائر اقل لان بيتم توزيع المبلغ بتاعك ده على مجموعة من الاسهم طبعا مش كلها هتكون خسرانة العائد بقى بتحسب ازاي اما مسلا بيكون تراقومي على سعر الوثيقة يعني انا حضرتك النهاردة اشتريت الوثيقة بعشرة جنيه بقى بقت بعشرة جنيه وقرشين بعده بقت بعشرة جنيه وخمس قرش بعده بقت بخمسة جنيه اه او بعشرة جنيه وسبع قرش جدت مسلا حديدك بعد السنة لقيت سعر الوثيقة وصل خمستاشر جنيه فانت كده بتبقى ساعة بيع الوثيقة دي بتبقى كسبان وبتبقى خط المكسب يوم ما بيعت نوع تاني كل فترة مدير السندوق بيوزع جزء يعني هي كانت مسلا بعشرة لعاها مسلا وصلت لتناشر فيبدأ يوزع جزء من الارباح منه هنا انه هو بيحفز على سعر الوثيقة في المستقبل ويتكون في المتناول وبرضه علشان الناس تحس بجزء من الفايدة بتاعتها هنتكلم بقى مع بعض دلوقتي عن افضل سناديق الاستثمار من يوم واحد واحد الفين تلاتة وعشرين لحد يوم واحد وتلاتين أغسطس الفين تلاتة وعشرين والكلام اللي احنا عنا تكلمه ده حرتب لك فيه السناديق وازي كده نقول حيتا الكلام اللي احنا حرتب لك فيه السناديق من اكبر عائد بيتدهولك لغاية اقل عائد السناديق دي بيتدهول تود اول صندوق معنا وده اكبر عائد ممكن تاخده من سناديق الاستثمار هو صندوق الفة من البنك الاهل المتحدا الحد الادنى عشر وسائق ما يكون اقل من كده. سعر الوسيقى سبعة وتلاتين جنيه ستة وتمانين قرش. والصندوق ده محقق عائد من اول السنة لحد يوم واحد وتلاتين اغسطس الماضي. محقق عائد تلاتة وتلاتين واتنين واربعين من مية في المية. طيب هتشتري امتى? وهتسترد امتى? بتشتري وبتسترد حضرتك طول ايام الاسبوع. وبدون اي مصاريف سواء على الشراء او على الاسترداد. تاني صندوق معانا من بنك كريدي اجري كول وهو الصندوق الاول. برضو الحد الادنى بتاعه الحد الادنى للشراء بتاعه عشر وسائق سعر الوسيقى ستمية تمانية وتمانين جنيه واربعة وستين قرش. وده محقق عائد واحد وتلاتين وستة واربعين من مية في المية. الشراء بدون اي مصاريف والاسترداد عليه واحد في المية. الطلبات بتتقدم طول ايام الاسبوع وتتنفز اول يوم عمل في الاسبوع اللي بعده. يعني ايه بقى الكلام ده عشان يكون الكلام واضح. انا رحت مسلا يوم التلات عشان اشتري وسائق في الصندوق ده. الطلب بتاعه هيتاخده ولكن هيتم تنفيزه ولكن هيتم تنفيزه من يوم لحد بتاع الاسبوع اللي بعده. بعد كده بيجي صندوق المصري الخليجي من بنك اي جي بنك. برضو لحد الادنى للشراء عشر وسائق سعر الوسيقى ربعمية اربعة وخمسين جنيه وواحد وتمانين قرش. ومحقق لحد الوقت من اول السنة لغاية يوم واحد وتلاتين اغسطس واحد وتلاتين وربع في المية. الشراء والاسترداد بدون اي مصاريف. وبيتقدم اول يوم عمل في الاسبوع. بعد كده معنا الصندوق الاول من بنك اسكندرية سعر الوسيقى فيه ستمية وخمستاشر جنيه واحد وتسعين قرش. وده محقق عائد تلاتين وخمستاشر من مية في المية. طيب بنشرق امتى وبنسترد امتى? الطلبات بتتاخد طول ايام الاسبوع وبيتم تنفيزها في يوم العمل الاول من الاسبوع التالي. بعد كده معنا الصندوق التاني من من بنك من بنك كريدي اجريكول. سعر الوسيقى فيه تلتمية وحداشر جنيه واحد وتسعين قرش. والعائد عليه من اول سنة لغاية يوم واحد وتلاتين اغسطس الماضي. تلاتين واربعتاشر من مية في المية. الحد الادنى للشراء خمس وسائق. الشراء عليه مصاريف نص في المية. والاسترداد عليه خمسة سبعين من مية في المية. يعني حوالي تلاتة ربعة في المية. الطلبات بيكون طول الاسبوع وبيتم تنفيزها في يوم العمل الاول من الاسبوع اللي بعده. بعد كده عندنا الصندوق الاول من بنك قناة السويس. لدورية الصرف عليه التراقوم دوري. سعر الوسيقى فيه تمنمية سبعة وستين جنيه اتنين واربعين ارش. ده محاق الربح من يوم واحد وتلاتين ينام لحد يوم واحد وتلاتين اغسطس. تسعة وعشرين وستة من عشرة في المية. الشراء للسترداد بيكون اخر يوم عمل وبيكون بدون اي مصاريف. بعد كده ببعندنا صندوق اسفو من المؤسسة العربية المصرفية. سعر الوسيقى فيه متين وخمستاشر جنيه سبعة وخمسين ارش. وبيكون بدون حد ادنى للشراء وتقدر تستقي تشتري من وصيقة وانت طالع. وده محاق مكسب من يوم واحد من يوم واحد ينام لغاية تلاتين اغسطس. تسعة وعشرين واربعة من عشرة في المية. بتشتري في خلال ايام الاسبوع اي يوم وبدون اي مصاريف. عندنا بعد كده الصندوق التاني من بنك مصر. مالوش حد ادنى. سعر الوسيقى فيه مية واربعين جنيه. واربعة وتمانين ارش. محاق مكسب لغاية يوم واحد وتلاتين اغسطس. سبعة وعشرين وسبعة وخمسين من مية في المية. الشارع من غير اي مصاريف. الاسترداد تلات تربع في المية. الطلبات بتبقى طول ايام الاسبوع وبتتنفس في يوم العمل التاني من الاسبوع التاني. بعد كده عندنا صندوق استثمار من بنك السي اي بي. سعر الوسيقى فيه تلتمية واربعة واربعين جنيه. ستة وتلاتين ارش. بحاجة مكسب 27.34% بتشتري بدون حد أدنى للشراء ممكن تشتري من وثيقة وانت طالع والشراء عليه ربع في المية والشراء بيكون طول أيام الأسبوع معادة يوم العمل الأخير والاسترداد بيكون يوم العمل الأول وما فيش عليه أي مصاريف بعد كده بيجي معنا الصندوق الخامس من البنك الأهلي ما قالوش حد أدنى زي ما قلنا سالة الوثيقة فيه 18 جنيه 49 قرش بحاجة مكسب وغادة دلوقتي 27.17% وما قالوش أي مصاريف سواء على الشراء أو على الاسترداد وبيتم تقديم الطلبات خلال أيام الأسبوع وتتنفذ في آخر يوم عمل في الأسبوع بعد كده بيجي معنا الصندوق الثاني من البنك الأهلي وده تراقومي يا جماعة تراقومي دولي دوري وملوش حد أدنى ممكن تشتري وثيقة واحدة أو أكتر زي ما انت عايز سعر الأسوقة فيه 106 جنيه و89 قرش بحاجة لغاية يوم 31 قبضة 26 و29 من 100% الشراء بدون مصاريف والاسترداد عليها 2.5 في الألف برضو بيتم التقديم خلال أيام الأسبوع وبتتنفذ خلال آخر يوم عمل في الأسبوع بعد كده بيجي معنا صندوق الثالث من البنك الأهلي وهو تراقومي برضو تراقومي دولي والحد الأدنى للشراء خمس وسائق سعر الأسوقة فيه 215 جنيه و57 قرش بحاجة لغاية دلوقتي 25 و78 من 100% بيتم تقديم الطلبات خلال الأسبوع وبتتنفذ في آخر يوم عمل في الأسبوع ومن غير بدون أي مصاريف زي ما بقلنا سواء على الشراء أو على الاسترداد بعد كده بيجي معنا صندوق شلد من البنك العربي الإفريقي الحد الأدنى للشراء فيه خمس وسائق سعر الأسوقة فيه 297 جنيه و70 قرش بحاجة مكسب لغاية يوم 31 أغسطس 24-97 من 100% الشراء الاسترداد كل يوم الشراء من غير أي مصاريف والاسترداد عليه 0.75 يعني حوالي 34% آخر صندوق السسمار معنا هو من بنك القاهرة واسمه الصندوق الأول الحد الأدنى للشراء خمس وسائق سعر الأسوقة 186 جنيه وقرشين ساغ أرباح والغاية يوم 31 أغسطس عملة 24 و43 من 100% هتشترق أو هتستلدي بيكون في آخر يوم عمل في الأسبوع والعملية بتنفس في أول يوم عمل من الأسبوع اللي بعده بدون أي مصاريف سواء على الشراء أو على الاسترداد وبكده أقولت لك على أفضل السنة دي اللي ممكن تقدم لحضرتك عائد هيجي واحد بقى يسألني يقولني افرد أداء البورصة المصرية تراجع يبقى لازم تعرف حضرتك أن كل النسب اللي أنا قلتها لك دي هتتراجع مع موضوع البورصة المصرية لو تراجعت طبعا بس أنا بقول لحضرتك برضو هي صعب أنها تحقق لخسارة دلوقتي بس برضو أعاوز برضو حضرتك تحط في اعتبار كنت لها تعمل حاجة زي دي أن أنت داخل الموضوع دوت في وقت قمته وهو محقق أرباحه وارد أنه هو يحقق لك شوية أرباح وارد أنه هو ياخدك ويتراجع وكده بيكون الفيديو خلس النهاردة باعتذر 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 تلات مرات عشان الإطالة بس كان لازم أن الفيديو يبقى على بعض وكده ما كانش ينفع يتجزأ لو حضرتك يعني أحابب تشارك في القناة ولسه مشتركتش يشرفني وينورني اشتراك حضرتك ولو مشترك ياريت تدعمنا باللايك والشير زي ما قلنا اللايك بيرفع الفيديو بيخليه بيطفو في محركات البحث وبيلاقي بيخلي الناس يلاقيه بسهولة ما تنساش حضرتك تضغط زر الجرس علشان يصلك كل جديد قول أو